الأهلي وجمهوره مختلفين عن أي منظومة تانية في كرة القدم المصرية دي الحقيقة فالجمهور من حقه يختار ويقول ويعمل وانا عايز اللاعب الفلاني واذا كان اللاعب الفلاني ده اذا كنت انت عايز مثلا على افتراض ميسي مثلا وإدارة الأهلي شافت ان ميسي ده يتوافق وجوده في النادي الأهلي حيسعوا ان هو يجيبه ميسي انا متأكد لان انا بشجع النادي الأهلي وانا من جمهور النادي الأهلي ولكن خدوا بال حضراتكم الفترة دي خدوا بال حضراتكم الفترة دي من اللي بيحصل لانه للمرة العشرين هو بقول لحضرتك ان هناك بعض الاكاونتات بعض الاكاونت الوهمية الفيك اللي مدفوعة الاجر اللي الجمهور او لبعض من لا يشجع النادي الأهلي بيخشوا يودوا التعليقات في اتجاه معين اتجاه اتجاه يكون ضد النادي الأهلي على طول وعمر ما جمهور النادي الأهلي ما بيكون ضد ادارته ولا ضد لعبته لكن بينتقد ادارته وبينتقد لعبته طبيعي جدا وبيحصل يعني هل لو حضرتك قلنا ان احنا ان كل اللي موجودين في النادي الأهلي مش مسؤولين على اللي حصل للفريق قلنا هذا الكلام هنا داخل قناة النادي الأهلي قلنا هذا الكلام لان هذه الحقيقة طالما في خسارة الكل بيتحمل الخسارة في مكسب اول حد بنسقف له هو جمهور النادي الأهلي وبعد كده الادارة واللعيبة والجهاز الفني والكلام ده كل ولكن الجمهور هو افضل شيء واحلى شيء وسيظل دائما بهذا الشكل فمش عايز حضراتكوا تقلقوا من حاجة في خلال هذه الفترة النهاردة كابتل محمود الخطيب شقيقته توفت يوم الجمعة طيب هل الكابتل الخطيب كان مبارح عنده اجازة مثلا او اول مبارح لا النهاردة كابتل محمود الخطيب عنده عزة شقيقته كان بعد المغرب طبعا زي ما حضراتكم عارفين في مسجد المشير تنطوي فيه التجمع الخامس هل الكابتل محمود الخطيب ما شافش شغله النهاردة طيب ليه الكابتل محمود بيعمل كده او ليه اللي موجودين بيعملوا كده بيعملوا كده لانهم عندهم غرض واحد فقط حاسين بالمسئولية تجاه جمهور النادي الأهلي وعايزين يفرحوا حضرتك كان سهل جدا الكابتل محمود اليومين ثلاثة دول يقولوا ما جمعنا معلش عندي حالة وفاة وقعت في البيت او مش فاضي لكن ده ما حصلش كابتل خطيب يوميا متواجد في النادي ويوميا يعني انا قاسف اللي انا بقول هذا الكلام كان في حاجة قلتهله حتى في العز شو يعني لازم هو كان قيل لي كده على حاجة معينة قلته في العز بينه وبينه يعني طبعا فاللي عايز اقوله لحضرتك ان مفيش اي مشكلة خالص كله حاسس بالمسئولية وكله كابتل محمود الخطيب طلع مع حضرتكم ساعة على الهواء من قناة الآلي من حوالي شهر ولا شهر وشوية وقال ان ده اخطأ وده اخطأ وده اخطأ ولكن ما ننساش ان كان فيه ظلم من التحكيم وما ننساش ان كان فيه اجهات شديد لللاعبين في وسط بقى ايه سوء ادارة الفريق سوء ادارة الفريق من الناحة الفنية والاخطاء وعدم توفيق وكذا كل ده موجود ما حدش يقدر يقول لا لكن في نفس الوقت زي ما حضرتك شايف خصوصا ان انت كل ما بتخش في صفقة بيطلعلك فيها مئة عفريت مئة عفريت لكن هل متخيلين وخلينا نتكلم برضو بمنطقية مع بعض هل لو عارفين يعني خلينا نتخيل كده ان الناس عارفة النادي الاهلي بيتفاوض مع مين لو النادي الاهلي مش متكتم على اسم المدرب كان ايه اللي حصل كنت هتلاقي فلان دخل من هنا وفلان دخل من هنا وده دخل من هنا وده دخل من هنا عشان يبوزوا على النادي الاهلي لمجرد ان هو يبوز على النادي الاهلي ومعروفين هم مين ومعروفين عشان كده على فكرة هو تكتك بس انا هقوله يلا ممكن ارمي اسم اسلام خلاص مثلا ممكن ارمي اسم اسلام عشان تروح تباوزلي في اسلام وانا بخلص حد تاني خلاص اتمنى ان الرسالة تكون وصلة لحضراتكم يعني انا ممكن اكون انا كسوشال ميديا النادي الاهلي بكون رمي اسم اقولي الاسم بلاش اسلام خلينا في اسلام اكون رمي اسم اسلام وانا بخلص في محمد وحنشوف الايام اللي جاية قادينا يعني قاعدين وبنشوف كل حاجة لها تكتك وكل حاجة لها طريقة هتقولي حتى السفقات فيها طريقة عم اسلامي تحتوى التفتي وتقولي انا مش عارف ايه والله العظيم هذا اللي انا بقوله ده بيحصل في النادي الاهلي وبيحصل في اكبر اندية العالم ان بترمي علشان تروح لفلان فكل الناس تجري اه والنادي الاهلي بيجيب اسلام طيب هنروح نبوز على النادي الاهلي اسلام وتلاقي ده يخش من هنا ويعلي عليك وده يخش من هنا ويعلي عليك وده يخش من هنا ويعلي عليك وانت في الناحية التانية شغال تعمل اللي انت عايزه لو عايز لو عايز فمش عايز حضراتكو تتأثروا بشيء خلال هذه الفترة ومش عايزين نستعجل انا معرفش كأن دلوقتي القطر واقف اهو والقطر جري مش الجرار عشان الجرار ده الجرار ده عامل ازمة لناس كتيرة جدا معرفش ليه كل شوية كل شوية لقي ايه فلان الفلاني بيرد على اسلام الشاطر في موضوع الجرار انا مقلتش حاجة غلط لا انا مقلتش حاجة الحمد لله والشكر لله اللي بيحب النادي الاهلي وبيعشق النادي الاهلي هيعرف واللي ما بيحب واللي عائل وما بيحبش النادي الاهلي عارف ان الكلام اللي انا قلته كله كله صح فتطلع كل شوية لاقي حد بقيتلي لينك يقول لي فلان الفلاني يرد على اسلام الشاطر في موضوع الجرار ويعملين نازلين تريقة الجرار اللي قالوا اسلام الشاطر وقف مش عارف فين وعمل ايه للأسف الشديد ولا مش للأسف الشديد ولا حاجة انا عارف كويس جدا انا بقول ايه وللأسف الشديد ان اللي بيردوا علي عارفين ان هما يعني شناخد بالي بس من الكلام عارفين ان هما بلاش عارفين ان النادي الاهلي هو الجزء الاكبر مش هقول عليكم انتو عارفين اللي بيقعد يتكلم نص ساعة واللي بيقعد يتكلم عشر مش هرد عليكم طبعا يعني مش هرد على حد لكن هقول لك رد واحد هما انتو نفسكو لكل شوية فلان الفلاني يرد على اسلام الشاطر ويتبعتلي اللينك فلان الفلاني يرد على اسلام الشاطر ويتبعتلي اللينك انتو عارفين كويس قوي 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 ان الكلام اللي اسلام قاله هو الكلام الصحيح ولكن علشان كان جامد شوية وضرب جامد كلام درب جامد يعني فأنا عارف أنتم متضايقين لكن هذه هي الحقيقة أنا ما بقولش حاجة وعمري ما قدر أغلط في نادي شعبي ولا غير شعبي بالعكس في نادي الأهلي بيعلمنا الاحترام والأخلاق والمثل غير أن أنا الحمد لله والشكر لله أبويا معلمني كويس جدا جدا الاحترام والأخلاق أبويا أمي معلمني كويس جدا جدا الاحترام والأخلاق فقعد رد علي يومين تلاتة كده أنا عارف إن هي هو الترند اليومين دول الجرار فخش على الجرار قول ورد براحتك بس أنت عارف بينك وبين نفسك كده عارف كويس قوي إن الكلام اللي أنا قلته هو الكلام الصحيح